وللمزيد حول الموضة الأخلاقية والمستدامة تنضم إلي من بيروت سالي سريدين مؤسسة علامة لالاكوين للشروط النسائية سالي أهلا بك ما الذي يجعل منتجاتك في فئة الموضة الأخلاقية أو الأثيكال فاشن؟ مرحباً كيف تتبق هذا الشيء في التسجيل أو في الناس الأشياء؟ بما أنه الأشياء الأشياء هي أحد الأشياء التي تقوم بشكل مضيح على المنطقة لذلك أحبت أخذ الناس الأشياء لأنه كل ينسان عنده مسؤولية لتأخذ الناس الأشياء التي تقوم بعملها نحن أزلالاكوين نحن أزلالاكوين نحن نحن نشارك في تحديد مدينة نحن نشير مدينة وأن هناك طريقة مختلفة لفعل أشياء وأنه تقوم بشكل مختلفة يمكنك إيجابنا جدا على نفسنا وعلى المنزل وعلى المنزل الذي نتعلم فيه هذا هو لذلك ولكننا نقوم بتقليد من المنزل لتعمل مع كبيرات لذلك يعني أخر تباقة منها إنه مرور نطلقاً ومع تصويرنا في نظامنا لا يمكننا أن نحق المعب نحن نتعلم أنهم سمع بشكل منه في حالات المشكلة جيدة للعملاء في المنطقة هناك الكثير من تسيارين هناك الكثير من تسيارين وهي كثيرا نحن 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 نعرف ان نحن 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 هل عملية إنتاج الموضة التي لا تعتدي على الإنسان أو على البيئة أمر صعب في واقع الأمر؟ من أنها لم أكن نحن نحن كما لا تهتم والنرح لن نحن نحن نقل هناك الكثير من نحن 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 بالمتعارات والمتعارات والناس التي نعمل فيها ويجب أن تكون في الفاشن وكالبزنس يجب أن تكون تقدر تكفي بهذا المجال في هذه المجالة من هذا المجال بعدها قليلاً إنه قليلاً سعيد إنه سعيد لتجد كل المتعارات لتعلم الناس عنها بس أنه موجودة لحديثة بس أكيد أنها تأتي بها سالي ما الذي يلهمك حين تقومين بالتصميم ومن هي المرأة التي تصممين لها كل المجالة تأتي من قصة الآن المرأة هي المرأة وهي تصميمها بشكل تصميم المرأة التي تصميمها بشكل تصميمها ويحب كل أنه حدا بحب ماي دزاينز وبقدر الشغل اللي عم نشتغله كمان يعني بحب أنه يلبسوا جزدين سالي هل تخشينا أن تكون الموضة الأخلاقية والمستدامة مجرد موضة يعني أنها فورة وتنتهي لتعود الأمور إلى ما كانت عليه لا ما ما بتصور لأنه انا بالنسبة لي أنا this is the only way where we can save ourselves and save the planet that we are living in أنه هلأ بكل يعني وهلأ ما فينا نشتغل غير بهذه الطريقة أنا شخصيا بحكي عن حالي لأنه ما فينا نضلنا to do impact the environment and the people that we live in in a negative way يعني الدمير ما بيسمع so ما بحث أنه it's a trend بحث أنه كل العالم لازم to educate themselves of the process the supply chain بالفاشن industry ويأخدوا أرارات لو صغيرة بس أرارات يعني على على a big collectively and on a big scale will really make will really make an will really make an impact in other people's lives so أنا كرمل هيك بحب بشجع أنه no it's not a trend it's the future it's the way this is how we need to move forward بهذا بالشغل ومش بس بالفاشن industry بكل الاندسترز هلأ بتلاقي أنه هيدا this way of doing things is يعني it's يعني إن كان باركتكتر بدزاين كان بالفود اندسترز إن كان in everything بالريسيكل ب so sustainability and ethical trade and recycling eco fashion كل هيدا الأشياء هلأ عم بتلاقي أنه عم بتصير أكتر مش عم بتخف so أنا هيدا الشي يعني أنه I'm happy to see هيدا this trend بس هيدا الأويرنس وهيدا المسؤولية العالم من بيروت مصممة الأزياء سالي سري الدين مؤسسة علامة لالا كوين للشنط النسائية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك